والصدارة هناك مع المركز الأول والصدارة حكيمة لسمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبة على الصدارة والمقدمة بينما المركز الثاني هناك اسراب لهقن الرئاسة بغيادة اسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي بينما المركز الثالث هناك عالي لسمو الشيخ الهيان بن ذياب بن سيف آل انهيان والصادق فضل الأمين من يتقدم مع المركز الثالث بينما المركز الرابع هناك الانطلاق من قازي على المركز الرابع لسمو الشيخ الهيان بن محمد بن زايد آل انهيان ومحبوظ الخميس آلينيبي الذي ينطلق بالمركز الرابع بينما المركز الخامس خامس المراكز هناك الانطلاق يأتي من شهين لهقن الرئاسة بغيادة راشد بن محمد السم المنصوري بينما المركز السادس لافي لسمه الشيخ حمدان بالراشد المكتوم وخالد بالمرض بن حلوى على المركز السابع وثامنا يأتينا بالانطلاق شهين لهقن الرئاسة ومحمود بن محمد بن سالم الوهيبي بينما المركز التاسع هناك الانطلاق يأتي من مياس لهقن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي بينما المركز العاشر مشكور لهقن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن محمد أهل خيالي عشرة من المراكز الأولى المتقدمة ولكن العودة إلى المركز الأول العودة إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى المركز الأول هناك شهين أو حكيم على المركز الأول وعلى الصدارة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد الراشد المكتوم بغيادة طارش بن مبارك بالقوبع اللي في المركز الأول وبالصدارة متقدم هذه الأسماء مسيطرا على المركز الأول بكل قوات وجدارة بينما المركز الثاني إسراب لهقن الرئاسة وسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي ثالث المراكز هناك عالي لسمو الشيخ نيان بن ذياب بن سيفة لنهيان وصدق فضل الأمين من ياتي ثالثا بينما المركز الرابع هناك غازي لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد لنهيان ومحبوظ بن خميس لنيبي بينما المركز الخامس هناك خامس المراكز مياس لهقن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي الذي ياتي بالمركز الخامس في هذه اللحظات يقدم لنا هذا الشعار الميل وشاهين ياتي سادسا لهقن الرئاسة بغيادة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري من ينطلق بالمركز السادس في هذا الانطلاق الجميل وهذا التحدي المذير والمستمر لكن النغلة إلى المركز السابع مع مشكور لهقن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد الأخ يلي والانطلاق على ثامن المراكز هناك من الجانب الآخر والهجوم الملحوظة من شاهين لهقن الرئاسة ومحمود بن سالم الوهيبي الذي ياتينا مع هذا الانطلاق الجميل ولكن لا بد من العودة لا بد من العودة إلى المركز الأول لا بد من العودة إلى صدارة هذا المسار الجميل وحكيم ما زال هناك فعنطلاقة المركز الأول حكيم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد الراشد المكتوب مطارش بن مبارك بالقوبع ولكن عالي غير إلى المركز الأول انطلق هذه اللحظات الجميلة لسمو الشيخ نهيان دين ذياب بن سيفا لنهيان بغيادة الصادق فضل الأمين ولكن ينطلق قازي ينطلق قازي في هذه اللحظات الجميلة هنا مع انطلاقة مساري هذا الشوت بشعار سمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيفا لنهيان بغيادة الزعيم محبوظة بالخميس الينيبي هناك من غير إلى المركز الأول هو قازي لسمو الشيخ نهيان دين ذياب بن محمد بن زايد آل هيان بقيادة محبوظة الخميس الينيبي اللي غير إلى الصدارة وانطلق بالمركز الأول انطلق بالمقدمة انطلق بالأداء الجميل بينما المركز الثاني هناك حكيم حكيم لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد الراشد المكتوب مطارش بن مبارك بالقوبع بينما المركز الثالث عالي المنطلق بهذا الأداء الجميل لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيفا لنهيان والصادق فضل الأمين ولكن بدأت الأسماء بدأت الأسماء بالحركة بدأت الانطلاقات الجميل فهذا المسار الرائع ما هذا التحدي مياس وصل ذياده اللحظات لهيقنا الرئاسة وانطلق في هذا المسار بقيادة حليب نيميل الوحيبي بينما هناك المنطلق على رابع أو خامس المركز هناك مشكور لهيقنا الرئاسة وعيسى بن أحمد بمايد الاخ يلي ما شاء الله هناك الكيلو الأخير والتحدي المثير مع آخر كيلو من نساري هذا الشوت ولكن حكيم حكيم غير غير وعادي للمركز الأول انطلق بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد الراشد المكتومة طارش بن مبارك بالقوبة عاميات مياس يأتي ثانيا هناك لهيقنا الرئاسة مع علي بن يميل الوحيبي وينطلق أيضا ينطلق شاهين لهيقنا الرئاسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوحيبي وغازي يأتي بشعار سمو الشيخ نيان أو بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيان هناك مع المركز الرابع ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الأسماء الغوية والرنانة ولكن العودة إلى مياس العودة إلى مياس لهيقنا الرئاسة وينطلق هناك مشكور ينطلق مشكور في هذا المسار لهيقنا الرئاسة وعيسى بن أحمد بن مايد مع المتار الخطيرة مع هذا المسار الجميل ومياس هناك بالمركز الثاني لهيقنا الرئاسة مع علي بن ميل الوحيبي وثالث شاهين لهيقنا الرئاسة ومحمود بن محمد بن سالم الوحيبي ولكن العودة إلى مشكور إلى مشكور إلى مشكور هناك مع المركز الأول مع البارع بشعاري هيقنا الرئاسة بشعاري هيقنا الرئاسة تهنينة والنابوس واللحظات الأخيرة اللحظات الحاسمة اللحظات الحرجة ولكن خلاص خلاص مشكور مشكور ومياس مياس ومشكور واللحظات الأخيرة تهانينا والناموس لهقن الرئاسة والتهانية إلى البارع عيسى بن أحمد بن مايد أليخ يلي من سجل النقطة الرابعة في هذا الصباح الجميل بينما المركز الثاني وصل مياس لهقن الرئاسة وعلي بن إيميل ألوهيبي بينما المركز الثالث ووصل ألافي لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وخالد بن مر بن حلوى رابع المراكز هناك يصلنا شاهين لهقن الرئاسة وخامسا ياتي هناك بالانطلاق شاهين أيضا لهقن الرئاسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم ألوهيبي نعود بالتوقيت الزمني هناك التوقيت الزمني المسجل مع انطلاقة هذا المسار ومع مشكور لهقن الرئاسة ثمان دقائق ثمان ثواني وفاء وتماما وكمال تهانينا والناموس للبارع عيسى بن أحمد بن مايد أليخ يلي من ياس ياتي ثانيا هناك لهقن الرئاسة وعلي بن ايميل ألوهي بثمان دقائق ثمان ثواني وجزءا واحدا من الثانية تهانينا والناموس بينما وصلنا على المركز الثالث هناك لافي لسمو الشيخة حمدان بن راشد المكتومة خالد بالمر بن حلوة ثمان دقائق ثمان ثواني وطاءا وتماما وكمال نعم نعم تهانينا والناموس ترجمة نانسي قنقر